أدى إغلاق شاطئ عمان السياحي في البحر الميت منذ ما يقارب السنتين والنصف إلى حرمان ذوي الدخل المحدود من شاطئ عام مناسب للسياحة الداخلية ويقدم الخدمات التي يحتاجها الزوار مدير شاطئ عمان السياحي الدكتور مراد العبادي قال قال إن خلافات بين أمانة عمان والمستثمر السابق حول تسويات مالية أدت إلى إغلاق الشاطئ الذي تبلغ مساحتهما يقارب 180 دنم منذ عام 2020 مؤكدا أن الموقع سيبقى مغلقا إلى حين تسوية الخلاف وإجراء الصيانة العام في البحر الميت يفتقر إلى الخدمات والبنى التحتية اللازمة لاستقبال الزوار وبات الكثيرون يفترشون الأرض عشوائيا على جوانب البحر مؤكدين الحاجة إلى أكثر من شاطئ عام في البحر الميت يقدم خدمات بأسعار تناسب دخل المواطن